سؤال آخر مع كل بداية شهر هجري يحصل اختلاف في تحديد بداية الشهر في واقعنا الشيعي نفسه بل حتى داخل الواقع الذي ندعي ونحاول أن نجعله زهرائيا والسؤال هنا كيف نتعامل مع رؤية الهلال مع وجود التلوث والغيوم في بعض الأحيان مع وضع رواية انتفاخ الأهلة انتفاخ الأهلة جاء مذكورا في بعض رواياتنا من أن هلال ليلة لكنه يبدو كأنه هلال ليلتين وهكذا هذا هو المراد من انتفاخ الأهلة كيف نتعامل مع رؤية الهلال مع وجود التلوث والغيوم في بعض الأحيان مع وضع رواية انتفاخ الأهلة كيف نتعامل من انتفاخ المراد من انتفاخ انتفاخ الأهلة فبعض الأخوة يرونه كبيرا ومطوقا فهو حلال عدة ليال فبعض الأخوة يرونه كبيرا ومطوقا في حين أن أحدهم في مدينة أخرى لا يراه كذلك هذا السؤال أجبت عنه كثيرا وسأجيب هنا أيضا الواضح في أحاديث العترة الطاهرة علينا أن نعتمد الرؤية الحسية المباشرة بالعين المجرد ففي التاسع والعشرين من كل شهر علينا أن نستهل أن تقوم جهة بالاستهلال وأن تكون الرؤية حسية مباشرة وبالعين المجرد فإذا ما رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين في وقت رؤية الهلال عند غروب الشمس إذا ما رؤية الهلال في مثل هذا الوقت فإن الشهر القمرية قد بدأ من يوم غد إذا لم نتمكن من الرؤية إما لأن الهلال لم يكن موجودا أو أن أسبابا أخرى كالغيوم والتلوث حالت فيما بيننا وبين الرؤية الحسية المباشرة بالعين المجرد فإن يوم غد سيكون الثلاثين وما بعد الثلاثين يبدأ الشهر القمري الجديد إذا اتضح بعد يوم أو يومين من أن الهلال قد رؤية بحسب المواصفات الشرعية في مكان آخر فإننا سنبدأ حسابنا بحسب تلك الرؤية وإذا كان اليوم الذي جعلناه يوم الثلاثين للشهر الماضي كان بداية لشهر رمضان يجب علينا قضاء يوم واحد وليس هناك من مشكلة أخرى هكذا هو الذي نجده في أحاديث العترة نرى الهلال بالعين المجردة إذا رأينا بدأ الشهر ما رأينا الهلال لأنه لم يكن موجودا أو بسبب الغيوم أو بسبب التلوث فإننا نعد يوم غد يوم الثلاثين اتضح الأمر بعد ذلك من أن الهلال قد رؤي في مكان آخر نصحح حسابنا هذا هو الشيء اليقيني بقية اللغط لا معنى له السؤال الآخر هل رؤية شخص نعرفه للهلال بدولة أوروبية مثلا يعتبر حجة علينا أسائل من الناصرية من العراق لا يوجد فارق بين دولة أوروبية أو دولة أمريكية أو دولة أفريقية الأرض هي الأرض المشكلة هل أن الإخبار هذا ينتج علما أو لا إذا كان الإخبار هذا ينتج علما يجب علينا أن نرتب عليه أثرا من مراد من أن الإخبار ينتج علما أن يكون هذا الشخص على خبرة ولو بنحو محدود على خبرة بالمعلومات الفلكية للرصد والاستهلال وأن يكون على خبرة بالمعلومات الشرعية المرتبطة بالموضوع إذن لا بد له من معلومات ولو بنحو محدود كي يكون استهلاله صحيحا كي يعرف وقت الاستهلال كي يعرف مكان الاستهلال كي يعرف طريقة الاستهلال كي يعرف أحكام الاستهلال فلا بد أن يكون هذا الذي رأى الهلال على معرفة ولو بنحو محدود ببعض المعلومات الفلكية وبعض المعلومات الشرعية التي ترتبط برؤية الهلال هذا أولا وثانيا أن تكون قدرته البصرية تمكنه من ذلك لا أن يكون مصابا بمرض في جهازه البصري بضعف في جهازه البصري أن تكون قدرته البصرية تمكنه من ذلك نثق بقدرته البصرية هذا ثانيا وثالثا أن يكون موثوقا أن يكون إنسانا متدينا موثوقا يثق بكلامه إذا اجتمعت هذه الأمور ونحن مطمئنون لكلامه وكلامه يسبب العلم لنا نستطيع أن نعتمد عليه حتى لو كان شخصا واحدا إذا ما توفرت فيه هذه الشروط وهذه المعطيات وأن يشرح لنا كيف تمت الرؤية وفي أي مكان وفي أي ساعة نعتمد عليه يمكننا أن نعتمد عليه لأن المعطيات هذه إذا مجتمعت فإنها ستنتج لنا علما حينما يخبرنا بهذا الخبر لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق وإلى أن نتأكد من الموضوع بأنفسنا القضية ليست متعلقة بمكان دون مكان في أي مكان من الأرض لأن شهر الأرض يبدأ بوقت واحد وينتهي بوقت واحد أما هذا اللغط وهذا الاختلاف وما يقوله هذا المرجع وذاك المرجع هذه دوامة شيطانية ابتدأت منذ زمان سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها منذ ذلك الوقت هذه الدوامة أي الشيطانية ابتدأت منذ ذلك الوقت نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر